مرحبا بتمنى تكونوا بخير وانت عم تشوفونا اليوم اليوم رح نعمل وصفة سهلة ولذيذة واقتصادية جدا رح نعمل اليوم قالب السميد بالشوكولاة طبقتين كتير لذيذ يجب يشهيه متل ما شايفين وكتير كتير سهل بتاعوا نشوف سوا كل اسراره وتفاصيل نجاحه متل ما شايفين شكله ولا ارواع وبكل سهولة حضرت الطياب حلو بتاعوا نشوف سوا كيف حضرنا اول خطوة بطنجرة نحضر الطبقة البيضة رح ااخد كبايتين من الحليب ورح ااخد معا تلت كوب من السميد الناعم وحطيت فوقه كمان معلقتين كبار من السكر والسكر هون فيكن تزيدوا قد ما انتو بتحبوا درجة الحليب وما في مشكله رح قلب كل هالمكونات مع بعض على البارد رح حتى بس اتأكد انه ما فيش عامل تكتلات هلأ رح ااخدن على نار متوسطة ورح استمر بالتقليب ممنوعه في تقليب لانه ما بدي اي شي يلزق بكعب الطنجرة متل ما شايفين بس بلش عندي الحليب يسخن رح ضيف علي رشة فانيلا وفيكن تستغنوا عن الفانيلا او تستبدلوها بمي زهر او مورد او اي نكهة انتو بتحبوها ورح نستمر بالتقليب لحتى يبلش عندي الخليط يغلي بهيدا الشكل بكون صار عندي جاهز هلأ رح شيل الطنجرة عن النار ورح ااخد القالب يلي رح نعمل فيه هالقالب السميد رح سب فيه الخلطة البيضة يلي حضرناها سوا رح وزع على كل القالب وطبعا اي قالب عندكن يه فيكن تستعملوه واذا مش سيليكون فيكن بكل بساطة تدهنوا بشوية زيت وتسكبو الخليط رح حركوا شوية صغيرة وهلأ رح حطوا على جنب لحتى يبرد لنحضر الطبقة التانية لطبقة الكاكاو رح حط كبايتين من الحليب كمان تلت كوب من السميد وعندي كمان تحولي 3 معلق كبيرة من السكر زدت كمية السكر شوي لان عندي كاكاو بس طبعا فيكن تزيدوا بعد سكر قد ما انتو بتحبوه وهلأ رح ضيف معلقتين كبار من الكاكاو طبعا الكاكاو غير محلة هلأ رح حرك هالمكونات كمان على البارد بس لحتى اتأكد انه نخلطوا مظبوط قبل ما حطهم على النار مجرد تقليبة بسيطة هلأ رح اخذ الخليط على نار متوسطة كمان وكمان رح استمر بالتقليب ممنوع وقف متل ما ذكرت سابقا رح استمر بالتحريك لحتى يبلش عندي الخليط يسخن بس يبلش عندي الحليب يسخن رح ضف له كمان رشة فانيلا ورح استمر بالتقليب لحتى يتماسك عندي الخليط ويبلش عندي يغلي بهيدا الشكل بس يتماسك عندي الخليط ويغلي يعني صار جاهز رح شيله عن النار وهلأ رح اخذ القليط يلي صبينا فيه الطبقة البيضة متل ما شايفين برد تماما هلأ رح صب فوقه الطبقة الشوكولات رح نزل الخليط كله ياتو متل ما شايفين صار جاهز هلأ رح اتركوا شباي برات البرات حوالي الساعة بعدين رح حطوا بالبرات حوالي ساعتين ليسقع تماما ومن بعدها منشوف كيف رح ينقدمه سوا ومن بعد حوالي الساعتين بالبرات تماسك وبرد على الاخر سقع واخد الشكل المطلوب يلي نحنا بدنا اياه متل ما شايفين ماسك مظبوط هلأ رح اخذ الصحن التقديم ورح اقلب هالقالب ومتل ما شايفين صار عندي بهيدا الشكل وطبعا فيكن تقدمو بهيدا الشكل بس وفيكن زينو بسوس شوكولات او اي نوع سوس انتو بتحبوه انا بس حبيت رشة علي شوية فرميستال شوكولات لانه بتبين اكتر على الطبقة البيضة مجرد رشة بسيطة لتعطيها جمال وهكي بتكون صار عندي جاهزة اسهل وصفة حلو بدقايق كانت عندي جاهزة متل ما شايفين حتى قوامها ناعم وخفيف وبتبيد الوجه تحلية كتير سبيسيال بتمنى تكونوا حبيتوا وصفتنا لليوم يلي هي قالب السميد بالشوكولات طبقتين كتير لذيذ وسهل وخفيف ومندوا دسم ابدا للاشخاص اللي بيحبوا ياكلوا حلو بس مش كتير دسم تمنى تكونوا حبيتوا ترجمة نانسي قنقر